تشارك مملكة البحرين المجتمع الدولي الاحتفاء باليوم العالمي للأوزون وبالذكرى السابعة والثلاثين لبروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون والذي جاء هذا العام تحت شعار بروتوكول مونتريال النهوض بالعمل المناخي درع هش من الغاز يحمل أرض من الجزء الضار من أشعة الشمس هذا هو تعريف طبقة الأوزون الذي حددت منظمة الأمم المتحدة يوم السادس عشر من سبتمبر من كل عام للاحتفاء باليوم العالمي للأوزون وذلك لحماية الطبقة من أي ملوثات تؤثر سلبا على حفظ الحياة في كوكب الأرض وتحت شعار هذا العام بروتوكول مونتريال النهوض بالعمل المناخي تحتفي مملكة البحرين ودول العالم بهذا اليوم العالمي لتسليط الضوء على أهمية التأثير الإيجابي لبروتوكول مونتريال ومساهمته في تعافي طبقة الأوزون والحد من تغير المناخ والتركيز على تعديل كيغال الذي ساهم أيضا في الخفض التدريجي لمركبات الكربون الهيدروفلولية وتحسين الكفاءة في قطاع التبريد وتوفير فوائد إضافية لتخفيف أثار تغير المناخ وشاركت مملكة البحرين جهود المجتمع الدولي لحماية طبقة الأوزون من خلال انضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الدولية منها اتفاقية فيينا لحماية طبقة الأوزون كما سنت العديد من التشريعات اللازمة لحماية طبقة الأوزون ومنعت المواد والأجهزة المستنفذة لهذه الطبقة ونفذت المشاريع التي من شأنها مساعدة القطاعين الصناعي والخدمي للتخلص التدريجي من المواد المستنفذة وخفضها بنسبة 73.15% من متوسط خط الأساس لغاية العام المقبل ودشنت العديد من البرامج التدريبية والتأهيلية للعاملين في قطاع التبريد من أجل تحسين الممارسات التقنية والفنية وفق أفضل الممارسات العالمية المعتمدة دولية وفي ظل المتغيرات البيئية المتسارعة من حولنا تنظيم مملكة البحرين قدما في العمل الدولي للوصول إلى مرحلة التعافي التام لطبقة الأوزون وحماية بيئة الإنسان من التغيرات التي تؤثر على المناخ ترجمة نانسي قنقر